اشهدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس نواب بعمق أواصر الأخوة التاريخية والاستراتيجية المتميزة والروابط الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والعلاقات المتجذرة التي تشهد مستوى متنامي من التقدم في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين وأكدت معاليها أن المملكة العربية السعودية تمثل صمام أمان لاستقرار المنطقة ومركز العمق الاستراتيجي وثقلا عالميا يزداد رسوخا يوما بعد يوم معربة عن بالغ الاعتزاز بالدور المحوري للمملكة في دعم ورعاية مصالح الأمتين العربية والإسلامية جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدت صباح اليوم بين معالي رئيسة مجلس النواب ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ووفد برلماني سعودي رفيع المستوى حيث تم بحث ومناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيزها وتنميتها على جميع المستويات وتوسعة أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل الثنائي المشترك على الصعيد البرلماني والارتقاء بمستوى التنسيق وتوحيد الجهود والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية وأكدت معاليها أهمية الدور المنوط بمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يصب في تطور ونماء البلدين وفي صالح الشعبين الشقيقين من جانبه وجه معالي رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة جزيل الشكر لمعالي رئيسة مجلس النواب على الدعوة الكريمة لزيارة مملكة البحرين مؤكدا أن جلسة المباحثات المشتركة تعد فرصة للأخذ بمسار العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعيتين في البلدين الشقيقين لآفاق أرحب وأكد معاليه أن العلاقات التي تربط بين المملكتين الشقيقتين تعد نموذجا متميزا للتلاحم الوثيق ووحدة المصير والمستقبل المشترك مشيدا معاليه بما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات في ظل الروابط الأخوية المتينة بين القيادتين في البلدين الشقيقين وأعرب معاليه عن إشادته بما تشهده مملكة البحرين من تقدم شامل ونهضة تنموية واسعة وفضاء ديمقراطي رحب في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدأ مؤكدا حرص مجلس الشورى السعودي على الانفتاح على مسارات أوسع من العمل مع مجلس النواب البحريني بما يدعم خطوات البناء والتطوير في البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر